كل واحد فينا عنده حلم وهذا الحلم اللي بغينا نوصله ليه ضروري أننا ندوزه من بزاف ديال المعاناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الفلسفة مرحبا بكم يا إخوان في فيديو جديد هذا الفيديو إن شاء الله سنحاولون نحاولون للمتاح الوطني في مادة الفلسفة وبالطبع سنحاولون نحاولون إن شاء الله للحويج اللي بغيوا لأساتيدة في تصحية المتاح الوطني في هذه المادة يعني شنو الحويج اللي كتعجبهم ويبغيوها وكتعطيك واحدة نقطة مزيانة كل شيء إن شاء الله سنضحف في هذا الفيديو هذا لذلك كون على يقين لا تبقتي إن شاء الله هذا ما سنقول لك سأجلب نقطة مزيانة يعني كيفما كان المستوى على الأقل سأجلب المعدل وخد تكون نقص واضح لأن هذه الأمور مهمة بالنسبة لكم لذلك كيف لدينا لايك وبرتجوا الفيديو مع أصدقائكم وما تنسوا عن تحليقات المحفزة لأن بهذا شيء إن شاء الله تدعمونا ويتحفزونا لكي نستمروا معكم بالنسبة للناس الذين يسؤلوني على الوقت وماذا باقي الوقت لأنني نبدأ المادة الفلسفة إخوان باقي لكم 45 يوم سأكون لكم سأكون لكم ستنظموا الوقت لكم تعرفوا كيف تراجعوا وتركزوا غير مزيانات من بيرربع سأكون لكم تركزوا لواد البشري والمعرفة واللواد البشري والسياسة بشرط أنكم تعرفوا المنهجية المنهجية كانت ثلاثة كانت النص القولة والسؤال ورهم يتشابهوا في مقدمة وخاتمة ومناقشة يختلفوا فقط في مرحلة التحليل وهذا التحليل هذا بالضبط في البلاسفة كيف تدعو الأسئلة الهنجاجية النص يكونوا فيه القولة والسؤال لا يكونوا نحاول أن نفعل أمثلة من الواقع لكي ندعم الأطروحة هذا هو الاختلاف في المنهجية واضح سأكون لكم ما هو الحويج الذي يجب أن تراجعوا في المحاور في الدروس كل محوار يجب أن تراجعوا إشكالة المركزية هم الأسئلة التي يكونوا مطرحين الموقف فلسفية لهم بما تبت أجوبة للأسئلة والثالثة هم المفهن فلسفية أبدأ المراجعة لا تفكر في الوقت وفي الأسئلة سأبدأ المنهجية وإن شاء الله في الأخير السنة سأكون لكي أخير هذا الأمر ما أصبح لكم مهمة في المنهج الوطني لأن الأسئلة يريد أن تكتبها أول شيء هو الجنوب المقدمة الكلاسيكية بمعنى لكي تكتب المقدمة لا تبدأ بأن تأطار ولا يتضمن هذه الأمور كل تلاميذ الأغلبية لكي تكتبها هذا الأسئلة يريد الإختلاف بينك و تلاميذ آخر يريد الإبداع يريد أن تكتب بأحد الكتاب التي تكون متميزة و مختلفة عن جميع التلاميذ واضح بالنسبة لكي تجنب هذه المقدمة التي تجنبها في الانترنت كيف ستكتبها ستكتبها ستجنب تمهيد ستشرح فيلم الزوء الذي لديك في النص و ستشرح المفهوم المركزي بمعنى أن تعمل على نص الشخص ستشرح المزوء ستشرح المفهوم ستشرح المفهوم الشخص ثم ستذكر اسم المحور ثم ستجنب مفارقة و ستطرح الأسئلة هذه المقدمة ميتالية التي ستأتي 4 نقاط الثاني يتجنب المنهجية الجاهزة و ما نقاط المنهجية الجاهزة و هذه المنهجية التي تجدونها في الانترنت التي يجبونها يملأ الفراغ هذه المنهجية لا أعمل لكم في المتها الوطني لا أعرف منهم و هي متداولة في الانترنت كل شيء يعمل بها وضع المنهجية لا أعرف ما هي التي تجعلها في المنهجية و هذه الخطوات ما ستشرح لكم مثل في المقدمة تطوير مفارقة إشكال تطوير مفارقة المنهجية المنهجية وضع لذلك تجنب المنهجية الجاهزة الثالثة وهي أهم هي وضع الخط بمعنى أن يكون في المنهجية الخط واضحة أي أنه يجب أن يقرأ الورقة يجب أن يفهم الخط لك لا يمكن أن من أن يفهم خط وضع الخط لا يمكن أن يكون وضع الخط وضع ومختلف إلا أنه يكون واضحة 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 شيء آخر هو أن تنظيم الورقة ما هو المقصود في تنظيم الورقة هي أن كيف تكتب مثلا بدأت المقدمة تجعل ثلاثة المربعات في البداية الكتابة سأجد ثلاثة 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 مربع الأول وضع ثلاثة مربعات في المقدمة وفي العرض وفي الخاتمة في البداية كيف تحصل ما هو المصح أنه يبدأ يقرأ الورقة كتب المقدمة وكتب الخاتمة وكتب الخاتمة شيء آخر هو أن حاولوا تستعمل الألوان المغيرة مثلا في المفهوم والمزوعة والمحور يمكن أن تدخل في الأسئلة في المفاهم الفلسفية الأسئلة الحجاجية وفي أسماء الموقف الفلاسفة طريقة تضمن نقاط جيدة كل شيء لا تنظيم ورقة ورقة وطريقة لكي تبدأ ورقة سوف تبدأ أسلوب أو لا وضع شيء آخر هو توظيف أمثلة عديدة وبراهن بمعنى لا يمكنك توظيف مجموعة من الأمثلة لكي تدخل وهذا سيأخذ المصحب على الإعتبار بمعنى لو توظفت أمثلة عديدة أو براهن مثلا أمثلة ملواقية أو استشهادات أو مقولة الفلاسفة بكرة لكي تبدأ المستوى رازوي وكي تكون لديك نقطة جيدة على هذه الأمثلة وضفتي شيء آخر كي يأخذها بعين الإعتبار هو أن المواقف الفلاسفة ستكون مختلفة متعددة بمعنى الأقل استعمل 1-3 مواقف فلاسفة كل مكتبة المواقف سيكون أحسن شيء آخر هو تماسك التحليل والمناقشة بمعنى العرض يكون جيد كيف نقصب تماسك التحليل والمناقشة بمعنى التحليل يجب أن يكون جيد مع المناقشة يعني الأسطور التي تكتبتها في التحليل يجب أن يكون تقريبا بحال المناقشة لا تكتب لي 1-13 مواقف في التحليل وتأتي المناقشة وتكتب لي خمسة سطورة لا تكون جيدا بينهم وضع ضروري تحليل بنفس الأسطور التي تكتب في المناقشة يكون تقريبا لا تقريبا لا تقريبا يعني لا يكون هذا الفرق بينهم شيئا آخر هي تعليل وجهة النظر بمعنى وجهة النظر التي تقريبا في الخاتمة ضروري تقريبا تقريبا لكي تقريبا لكي تقريبا لكي تقريبا من الأسطور تقريبا ويجبا ويجبا أن الموقف تقريبا جيدا وضع أخوان حاولوا تعمل هذه الأمور التي أقول لكم مهمة في المتاح الوطني وبالتوفق الجامعة حاولوا تعملوا ويجبا لا تضيعوا الوقت دعونا هذا الفيديو اشتركوا مع أصدقائكم لأنهم يحتاجون إلى هذه الأمور خصوصا في هذه المرحلة لا تنسوا التعليقات المحفزة والأسئلة أسفل هذا الفيديو وبالنسبة الناس الذين يريدون يعملوا لأخير أسبوع للإمتاح الوطني فاتح الأسبوع تواصلوا معي لكي نريكم طريقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة arner مزيد من تطلب حبرااااااااااااااااااو ترجمة نانسي قنقر